ترأس صباح اليوم وزير الاقتصادي والتخطيط حفل تنصيب عضاء لجنة الحوار الوطني البالغ عددهم 14 عضوا قادمين من ثلاثة وزارات مختلفة جرت المناسبة بصالة الاجتماعات بوزارة التخطيطة بحضور عدد كبير من المدعوين تقرير حليم السعدي يعقوب تسأى الهكومة الشادية في إصلاح الاقتصاد الوطني في البلاد ولأهمية هذا الموضوع جاءت مناسبة تنصيب عضاء لجنة الهوار الاجتماعي الوطني بهضور وزير الاقتصادي والتخطيط التنموي وبهضور العديد من ممثلي الجمعيات والنقابات الأمالية في كلمته بهذه المناسبة وزير الاقتصادي والتخطيط التنموي انتهز هذه الفرصة وأكد للهضور بأن هذه اللجنة الأبو دورا هاما في تهسين الاقتصادي في البلاد وأيضا طلب من أعضاء لجنة الهوار الجدد على الاهتمام بالعمل الجيد وذلك من أجل الهصول على نتائج تسمه في بناء الاقتصاد الوطني من ناهيته رئيس لجنة الهوار الاجتماعي الوطني ألي أباسيتي أوضح في كلمته أهمية الهوار الاقتصادي في البلاد حاليا الكميتيت برانشا مكون من طرفين من جهة الحكومة في الناس ممثلين الحكومة وفي الناس ممثلين النقابة يعني يكونوا هما دولا يقدر كرئيس الكميتيت برانش دا هو المينيسر الزاط هما إنسرة الثلاثة واحد منهم يكون الليدر ويلوموا ويناخشوا في كل شيء يبني الوزارات الثلاثة دا وتبخى الإشارة إلى أن أعضاء لجنة الهوار الذي تم تنصيبهم يمثلون سلاسة وزارات كوزارة التجارة ووزارة التخطيط ووزارة المالية وأددهم أربعة أشر أضوام